وفيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية دعا رئيس إستونيا المجتمع الدولي ومصر لانضمام إلى بلاده لحل الأزمة كما ثمن كارث جهود مصر للتوصول لتسوية سلمية للأزمة الأوكرانية وجهودها في إحلال السلام بالمنطقة صارنا بالهجوم الروسي على أوكرانيا وهي قضية حساسة والسلام يمكن أن يؤثر على السلامة الإقليمية لإستونيا وكذلك فإننا مع أوكرانيا ندعو إلى المجتمع الدولي ومصر للانضمام إلينا في هذه الجهود نحن نشجع جهود مصر من أجل التوصل إلى سياقة سلمية في أزمة الأوكرانية الروسية وكذلك فإننا كذلك نثمن جهود مصر من أجل السلام في الشرق الأوسط السرعات المستمرة تمثل شواغل خطيرة بالنسبة لنا وخاصة أنها تؤثر على حياة أشعوب سنيا تقدر كذلك دور مصر كوسيطة وصانع للسلام في المنطقة وندعو حل الدولتين لأنه الحل الوحيد للسلام الدائم مع كذلك ضمان أمن إسرائيل وإقامة دولة فلسطين ترجمة نانسي قنقر